انا لكم امبارح انه في مشكلة بين روجيرو ميكالي وعصام الحضر روجيرو ميكالي المديل فني المنتخب الولمبي الكابتن عصام الحضري مدارب حراس مرمى المنتخب الولمبي وكان الكابتن عصام الحضري على وشك الرحيل من المنتخب الولمبي المشكلة تحلت المشكلة تحلت المشكلة كانت ايه وانا لحظاتكم امبارح انه ميكالي مختار حارسين بس ليه معسكر المنتخب الولمبي الكابتن عصام الحضري لا شايف تلاتة فطريقة الكلام ما عجبتش فهو ما عجبوش الوضع الكابتن عسام الحضري فحصلت مشكلة بينه وبين المدير الفني كابتن محمد بركات عضو مجلس دارة اتحاد الكرة قرب وجهات النظر بين ميكالي والحضري والحضري اعتذر على عدم تواجده في جلسة اعلان قائمة المنتخب الأولمبي اعتذر ايضا انه ما كانش موجود في الفترة الحالية اعتذر لميكالي عن سوء الفهم وطريقة التعامل وبالتالي كابتن عسام الحضري مستمر كمدرب لحراس مرمى المنتخب الأولمبي نحب الكابتن عسام الحضري بيوجي موجود دايما اسمي كبير واسمي تاريخ ولما منتكلم في جيل صاعد في المنتخب الأولمبي يهمهم جدا يشوفوا واحد اسطورة زي الكابتن عسام الحضري فيه الجهاز الفني المهم تفضل الامور هادئة احنا منتكلم في جيل شاب فالجيل الشاب ده لما بيشوف الكبار بيتخانقه هيعمل ايه ده احنا بنقول ان نقومهم ونخليهم اكثر رزانة وما يبقاش عندهم مشاكل وما يبقاش عندهم اي حاجة بعيدة عن الكرة فنحاول دايما الامور دي تتلم وهتلمت بفضل خبرات كبيرة للكابتن محمد بركاته واسم كبير زي الكابتن عصام الحضري مع مدرب له اسمه هورجيرو ميكاليا المدير فني المنتخب الأولمي